موسيقى مساءكم سعيد مشاهدين اهلا بكم للنشرة الرئيسية من الاولى تتابعونا فيها جلعة الملك يجري اتصالا هاتفيا مع والدي الطفل الفقيد ريان الذي وفته المالية بعد سقوطه في بئر يوم الثلاثة الماضي اعرب فيه جلالته عن احر تعازيه واصدق مواساته في فقدان فادة اتكابته تقرير جلالة الملك امام القمة العادية 35 الاتحاد الافريقي بادي سبابا يؤكد حرص جلالته على جعل تملك القرى الافريقي لقضية الهجرة هدفا لتفعيل المرسد الافريقي حول الهجرة قبيل انطلق اشغال لجنة العليا المشتركة المغربية القطرية اجتماع تحذيري بالدوحة للخبراء المغرب والقطريين ينعقد من اجل التشاور والاعداد لموعد الغد مع استمرار تسجيل حالة حرجة باقسام الانعاش يتجدد الالحاح على التسلح بالمناء عبر جرعات اللقاح خصوصا بالنسبة لكبار السن والمصابين بامراض مزمنة بعث صاحب الجلال الملك محمد السادس برقية تهنئة الى الحاكمة العامة لنيوزيلندا معالي سيدة سيندي كيرو وذلك بمناسبة تخليد بلادها لعيدها الوطني الوطني اشتركوا في القناة 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 الحادث اشتركوا في القناة 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 لتخترق عمق الجبل وشموخه بحثا عن ريان الذي أصبح قضية الجميع قضية تشغل العالم تستوقفه بين كل متر من الحفر مسافة انتظار وترقب توقل للانعتاق فجأة أصبح الجميع عالقا هناك في قهر البئر ينتظر إلى جانب ريان لتتواصل عمليات الحفر العمودي وينطلق بعدها الحفر الأفقي بكل ما رصد له من إمكانيات لوجستيكية وبشرية تلائم طبيعة المنطقة وخطورة اللحظة إضافة إلى مواكب العملية من استعداد لنقل ريان وإسعافه عبر توفير سيارات إسعاف وإنعاش على أهبة الاستعداد تؤذرها مروحية طبية تابعة للدرك الملكي بطاقامها الطبي والتمريدي المتخصص في الإنعاش كان الأمل طوق نجاة تشبت به الجميع إلى آخر لحظة إلى آخر نفس من هذه العملية التي حبست أنفاس العالم للحظة تطلع الجميع صوب النفق علّه يجود علينا بريان ناجياً وبعد جهود متواصلة بمعاول العزيمة والإرادة خرجت جثة ريان في لحظة إنسانية مؤثرة ستبقى عالقة في الوجدان ريان لم تكن وحدك هناك المغاربة والعالم أجمع كانوا حولك ريان الطفل ذو الخمس سنوات توحدت القلوب من كافة أسقاع العالم للدعاء له لخمسة أيام ظل خلالها حبيثة غياه بالبئر الذي سقط فيها توحدت الجهود لإخراجه لكن ما شئت الله اختارته ليلبي نداءه عز وجل وداعاً ريان ستظل في قلوبنا تقرير سمير أسبان ويوسف الشركي أنا ريان وهذه قصتي لم يخطر ببالي يوماً أن أجدني عالقاً في حفرة خانقة بجوار بيتي لم أكن أعلم أن خمس سنوات من عمري ستنتهي بخمسة أيام في جوف ثقب مطلئ لا أخفيكم سراً أن أنفاسي ظلت تقاوم وتصمد لكن الحياة استحالت في جب عاتم فاستسلم دعواتكم وصلتني وهمسات الأمهات في صلواتهن بلغتني بقدر جفاف هذا البئر جفت دموع أمي حزناً لكنني أدركت أن لأمهات وآباء في كل بقعة من هذا العالم حبكم اللامة الشروط العابر لكل القيود الجغرافية بلغني صداه أيضاً محنتي جعلتكم تحركون الجبال من أجلي هدمتم الصخورة وقاومتم قساوة تضاريس بلدتي جربتم كل الخطط لرؤيتي حياً أرزق أدرك أن الحسرة تنتابكم كلما تخيلتم مشهد جسد صغير في عمق بئر عاتم صدحت أفواهكم جميعاً بعبارة أنقذوا ريان أنقذوني لكن لا عليكم ضائقتي كشفت معدنكم وعن إنسانية لا تنسى فحين ضاقت بي هذه الحفرة وسعني قلبكم أنا ريان وهذه قصتي ريان سيظل في قلوب الملايين وللحديث عن هذه الهبة التضامنية يحضر معنا ضيفاً في البلاتو الدكتور ناجل أنجد الخبير في التربية والتواصل أهلاً بك سيدي مساء الخير وعزاؤنا واحد مرة أخرى أعزي المغاربة وأعزي العالم العربي والإسلامي في هذه الأيقونة وفي صاحب هذه الملحمة عزاؤنا واحد كما ذكرت دكتور ناجي تابعت كما الملايين عبر العالم العربي والإسلامي ومختلف أسقاع العالم كما المغاربة بحسرة بتأثر كبير هذه الملحمة الإنسانية كيف تمكن الفقيد ريان أن يتحول إلى نبض للإنسانية وإلى إفرد من عائلتنا وددنا أن لو كان كتب له قدر آخر غير هذا نعم أولا أشكر أصحاب التقرير المهني الجميل الرائع المعبر الذي قال تقريبا كل شيء ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله ريان صناعة ربانية خلق رباني هذه الملحمة أراد لها الله أن يبكي أهل الأرض عليها وأهل السماء هذا الإنسان الصغير والله تعالى يعرف أين يضع سره في أضعف خلقه كتب له أن يكون الحدث وأن يكون الحدث بلا منازع في العالم كله وبكل اللغات تلقينا ونحن نتابع عبر الشاشات وعبر القنوات تلقينا تلك اللحظة المفصلية بعد أن أشبعنا بمنسوب رائع من الوطنية من الحب من القيم وكأن هذه القيم كانت مطمورة هي الأخرى مطموسة هي الأخرى بنوع من الغبار الذي حال دوننا ودون أن نرى هذه الأشياء لكن تتبع كل اللحظات في عمق الجب والبئر تتبع كل اللحظات في صناعة الأمل بالنظر إلى تلك المجهودات التي صرفت والتي جندت أو تجندت طوعا وكرها وهنا لا بد من الإشارة إلى أن أهل هذه القرية كتبوا بمداد من ذهب نحن المغاربة هذا لوننا هذا معدننا هذه صناعتنا فكانوا يعطوننا الدرس ولو أن الحضارة عجزت عن أن تعطينا درسا كهذا لكن الريف المغربي العمق المغربي القرية المغربية علمتنا وجعلتنا نولد من جديد فأخرج ريان من العمق ومن الغار لكن أخرجنا نحن من العتمة إلى ولادة جديدة وكان الضحية وكان الفداء وكان القربان الرباني هو هذا الريان الذي لا يمكن أن نتحدث عنه سوى من باب أنه صنعنا من جديد صنعنا من حيث المفاهيم من حيث القيم من حيث الوطنية من حيث وأقولها بالدارجة من حيث تمغر بيت وجعلنا فعلا نفخر ونعتز ونشكر الله عز وجل أن قيض لنا هذه اللحظة كنا نريد أن نراه حيا ولكن الله أراد أن يستره بنوع من الكرامة وبنوع من الستر الرباني ليتحول حيا بيننا إلى ما لا نهاية إن شاء الله ريان هذا أحرج العالم وأحرجنا بالخصوص وأحرج المسؤولين لأنه يقول لهم بلسان آخر تعالوا وانظروا إلى هذا العمق وانظروا إلى هذا المغرب لأنه يستحق أن تصهروا عليه وأن تطمروا كل حفرة كيفما كان نوعها وأن تكونوا قريبين من أناتنا ومن فرحتنا كذلك هذا باختصار ما رأيته ولكن الغريب لو سمحت أستاذا هو تلك المكالمات التي كانت تصلنا تباعا من خارج المغرب أقسم لك أن الناس بكوا وبكوا بحرقة ورسائل متعددة وهم يسألون لحظة بلحظة هل نجى ريان هل يمكن أن نرى ريان هل يمكن أن نفرح بريان وفي قنوات عربية لا دعية لذكرها كانت الجنازة عندهم حاضرة لا لشيء لأن هذا الغلام هذا الطفل هذا الحدث صنع بكيمياء أخرى لم نكن نعرفها فحينما تحدثت القرية كرما وهبت النساء لصنع الطعام عن بكرة أبيها بتلقائية وهب الناس لمساعدة رجال الأمن والدرك والسلطات وفتحوا بواباتهم وفتحوا حتى الكهرباء الشحيحة التي توجد عندهم لكي يشحن أمثالك من الصحفيين والصحفيات هواتفهم من أمرهم بذلك من قال لهم ذلك هذا سر مغربي هو رباني ولكنه على أرض هذا البلد وهذا للتذكير فقط الذي يرقض تحته مئات وآلاف من الأولياء وعلى مد البحرين الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي يرقض كثير من الصالحين وكثير من الأولياء ثم نغمة أخرى روحانية هي تلك الآيات وتلك الأحزاب التي تتلى آناء النهار وآناء الليل في هذا البلد العزيز في هذا البلد الآمن إذن أحرجتنا يا ريان بكل هذه الخيرات هل يجوز لنا بعد هذه اللحظة هل يجوز لنا بعد هذه الجنازة المهيبة لا أقول جنازة ولكنه كان عرسا كان زفة ربانية لأهل السماء هل يجوز لنا أن نحتقر المغاربة هل يجوز لنا أن نحتقر القرى كيفما كانت هل يجوز لنا أن نهتم بشق دون شق آخر من هذا البلد هذا البلد بكى كله ولم يستثنى منه طرف أو جزء ففعل ما أمره به الرسول كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضون تداعى له سائر الجسد بالصهر والحمى فهذا البلد تداعى إذن فما العمل وماذا بعد الريان وماذا بعد المغارة أو الجوب لاحظنا تعبئة ملكية وحرص ملكي على تتبع كل أطوار هذه القصة حرص ملكي يبين على ذلك الحرص الأبوي تلك المشاعر الفياضة التي دائما يعبر عنها جلالة الملك في كل خطبة في كل مرة يعبر عن هذا الحرص الأبوي الغامر لأفراد شعبه دائما يذكر أنه يتألم لمعاناتهم بالنسبة لنا كانت هذه التعليمات كان هناك حرص أول من لا نقول ناعى هذا الخبر كان من صاحب الجلالة باعتباره أب الأمة أب لكل المغاربة كيف تنظرون إلى هذه المساعدة؟ شكرا على هذه السؤال تلك الصورة التي رأينا الأب يحمل الهاتف بيديه والملقي أو المتحدث هو صاحب الجلالة هو أب الأمة ليست هناك صورة أبلغ منها في تلك اللحظة حتى أنه كان الحدث مميزا في العالم كله وتناقلته القنوات نحن لا نقول إن هذا الأمر عجيب نحن تعودنا على ذلك ولكن أن يبدأ صاحب الجلالة بالعزاء وبالتعزية وبلمي هذا القلب وشتات هذا القلب أو هذين القلبين للأب وللأم فتلك منة أخرى وتلك هدية أخرى وليس فيها نوع من التكلف أو حب الظهور تلك شيمة الملوك تلك شيمة الأمراء تلك شيمة المؤمنين فإذا كنت قد تحددت عن هذا البلد وما يطويه تحت الثرى من أولياء ومن صالحين فهناك أولياء وصالحون فوق الأرض يدبون منهم من نعرفهم ومنهم من لا نعرفهم كان بردا وسلاما على قلب هذين الرجل والمرأة هذين الولدين وكان درسا لنا نحن نتلقى أن مفاد لغة الملك أنه قريب من الشعب وحينما نقول قريب يصغي يتحدث يتألم ينفطر قلبه والآخر وما تلك التعليمات التي شاهدناها إلا هب وقوم من أجل أن يكون صاحب الجلالة مرتاح البال مطمئنا على فلذات كبده التي هي كل المغاربة فسجل رسالة رائعة كانت صوتية ولكنها كانت مرئية بالنسبة لنا ودينا أن نسمع تلك الكلمات ونتلذذ بصداها وببعدها وببوحها وبنورانيتها كذلك ولكن تكفي الصورة لتقول للناس وللعالم ولكل مغربي يشك في هذا المغرب ويشك في عطاء هذا المغرب وأهل وطينة هذا المغرب أننا بخير إذا أردنا أن نكون بخير فكما قلت هذا الحدث كأنه إناء منسي فجاء الحدث لينفذ عنه الغبار ويظهر بريقه ويظهر معدنه ويقول هذا المعدن أنا المغربي من يريد أن يراني ها أنا ذا وقد أحرج بهذا الفعل أحرج من قبله وأتعب من بعده من المسؤولين فهذا القرب ليس هناك قرب أكثر من هذا ونتمنى أن يتلقف كل أب مسؤول هذه الكلمات وهذه الرسالة وهذه المكالمة وهذه الجنازة وهذه الهبة كما قلت وهذه النفرة التي نفر الجميع أتعلمين أختي أن الناس لم يناموا وواصلوا ليلهم بنهارهم بصيام وبقيام ودون طعام كذلك وأن الناس أقاموا المآدب مآدب العزاء وأن الناس ألغوا كل أنشطتهم وأن الناس بكوا حرقة ربما لم يبكوها على أحد ما الذي صنع هذا صنعة هذه اللحمة المغربية صنعه هذا الإعجاز المغربي وصنعه كذلك هذا الثرى هذا التراب الذي كان ينقل من مكان إلى مكان هذا الجبل الذي حرك أو تحرك بإذن الله فكان الله عز وجل قد بعث يوسف من القبر من البئر عفوا وأخرجه ولكن الله أراد أن يخرج ريان إلى مكان آخر ليبقى حيا بيننا ولتبقى هذه القصة هذه الملحمة التي لا يجوز أن ننساها وأنا أقترح كتربوي أن تكتب قصة في عدد من المقررات ومن المؤلفات ليقرأها هذا الجيل الذي ربما عاي شاريان ولم يفهم ما الذي وقع وليقرأها غيرنا ولتقرأها جالياتنا في العالم كله ومغاربة العالم وليتذكروا أن بعد المسيرة الخضرة كانت مسيرة روحية أخرى كانت مسيرة وطنية أخرى وكانت مسيرة صناعة الإنسان والخروج من مكان إلى مكان بمعنى الولادة الجديدة فعلا هي صورة حملة لأوجه المعدن الأصيل للمغاربة لتمغربي دكتور الناجي سنواصل الحديث معك وننتقل الآن إلى الأستاذ محسن بن زكور الأخصائي في علم النفس الاجتماعي من المحمدية أستاذ بن زكور قصة ريان أبكت المغاربة والعالم لكن في نفس الوقت أبنت عن المعدن الأصيل لشعب المغربي حيث توحدت سواعدهم وقلوبهم أستاذ بن زكور أولا سيدتي عزائي للأبوين وعزائي للمغاربة وعزائي لكل الناس الذين لا فقط تعاطفوا ولم يتفاعلوا فقط مع ريان بل أخذوا درسا من ريان ولهذا أبدأ بكلمة التضامن التضامن هي كلمة تعني أننا نعيش في مجتمع يكون فيه دائما مد المساعدة الآخر من أجل المقابل فماذا أعطانا ريان كمقابل حتى نسمي هذه الفاجعة فعلا تضامنا أعطانا درسا انتقلنا به من الفهوم الضيق للانتماء للطربة والتاريخ إلى الانتماء إلى الإنسانية الإنسانية التي أصبحت اليوم تعرف هجمات كثيرة جراء هذا الجفاف الذي تحمله التكنولوجيا هذا الجفاف الذي أبعد الناس عن بعضها البعض الذي جعل الأنانية تكون هي المفصل في العلاقات ما بين الأفراد الأفراد داخل الأسرة أحرى بين الأمم والشعوب ريان رحمه الله أحيا فينا هذه الصورة الإنسانية الجميلة صورة الصمود الصمود في غيابات الجب الصمود وهو لم يتجاوز بعد سن الفتاوة والطفولة الصمود للتشبت بالحياة ليس كما يتشبت بها ذلك الذي يعيش على حساب الآخر بل الذي يوحد هذه الإنسانية يوحد هذا الشعب يذكره بجذوره بأصوله بأخلاقه بقيمه بما يمكن أن يتشكل كوحدة الدم ووحدة الوطن ولكن أيضا كوحدة القيم والأخلاق وحدة الإنسانية فريان ربما الذي أحيا في المجتمع المغربي صحيح أحيا فيه ما قد أسكتته هذه التكنولوجيا وأسكتته هذه الأفكار الاستهلاكية وهذه المادية الجارفة على قلوب الناس ولكن أيضا أعطى درسا للعالم من حيث أننا كلنا في مصير واحد مصير لا يمكن أن تشوبه إلا أخطاء الأمراض القلوب أخطاء العيش على حساب الآخر ولكن يمكن أننا نتذكر من خلال براءة ريان من خلال صموده من خلال تشبته بالحياة أننا نائما نتذكر تلك الصورة التي كان يكبر فيها الشهود الحاضرون أنداك الشعارات التي رفعها الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي النداءات من كل أنحاء العالم عبرت عن شيء واحد أننا إذا كانت لنا صفاء القلوب يمكن أن نتوحد وإذا تذكرنا براءة نمكن أن نتوحد براءة ريان لا تعني إلا شيئا واحدا أننا لن نجع من التضامن والوحدة شعارا لهذا البلد ولهذه الإنسانية إلا إذا تجاوزنا تلك الضغوم وتجاوزنا تلك الأنانية المراضية وسعينا من خلالنا كأفراد طبعا ومن خلالنا كجماعات ومن خلالنا كدول ليس إلى تثبيت الكراهية والعدوان حتى بين الجيران ولكن أيضا لنتذكر أننا قبل كل شيء جمعتنا وحدة الإنسانية جمعتنا وحدة الحياة جمعتنا وحدة الأمل ولن يتحقق مصيرنا نحو بناء قوي ومتين إلا إذا نظرنا إلى هذه الجوانب الإيجابية في الإنسان ولم يحطمنا إلا هذه الجوانب طبعا السيئة أو السلبية في الإنسان حينما نتحدث عن وهذا السؤال قد طرحه علي صحفي قبل قليل حينما نتحدث عن نهاية هذه الفاجعة بهذه الطريقة هل فعلا سوف نتغير نحو الأفضل؟ هذا ما نرجوه هذا ما نأمله طبعا لا يمكن أن نبقى عند حدود الأمل لا يمكن أن نبقى عند حدود الرجاء الرجاء في الله طبعا ولكن لا بد من المرور إلا العمل لا بد أن نحيي ذاكرة أبنائنا وأجيالنا القادمة من خلال أعمال متعددة من خلال إثبات أن هذه الوحدة لم تتحقق لسبب أننا كنا فقط حاضرون في لحظات معينة بمشاعرنا ولكن حاضرون أيضا بوعينا حاضرون بمسؤولياتنا حاضرون أيضا بقدرتنا على تحدي ما قد خلفته الحضارة المادية من تغارات في أثعالنا وفي علاقاتنا وفي قلوبنا حاضرون لأننا نريد لجيء القادم أن يكون هذه المأساة التي عاشها المرحول مريان أن يكون درسا للعودة من جديد إلى ما بناه هذا الإنسان من قيم جعلته يستمر إلى الآن إذا كانت جائحة كوفيد أعطتنا درسا في أن لا يمكن أن يفيد الإنسانية إلا الأسو الثابتة على المستوى العلمي على المستوى التعليمي على المستوى الطبي فريان أعطانا درسا آخر درسا في القيم في صفاء الروح في البعد الإنساني للإنسان وإذا زاوجنا بين هذا الثناء استطعنا أن نصل إلى بناء وطن قوي استطعنا أن نصل إلى بناء كرة أرضية متماسكة واستطعنا أيضا أن نستشرف المستقبل بعيدا عن ما أصبحنا نسمعه ما لأسف عند بعض شبابنا من يأس وتظلم وغيرها من الأشياء التي وددنا لو أن استطمرنا هذه الفاجعة أن تمحى من ذاكرتنا ومن واقعنا رحم الله ريان رحم الله ريان أستاذ بن زكور تفضل بالبقاء معنا إن قاد الطفل ريان رحمه الله ملحمة مغربية مفعمة بقيم التضامن قصة يكتبها المغاربة ويقرأها العالم تحمل في طياتها قيم التأذر في المحن ونقتضى الأمر تحريك جبل لإنقاذ الطفل زينة أيتلامين ويوسف مزياني هناك في القرية النائية على قمم جبل الريف في إغران كانوا يرابطون كانت العيون مشدودة إلى جب صحيق حيث يقبع ريان ريان الصغير كان يتمسك بالحياة ويصارع الموت وفوق الأرض قلوب تناجي تتدرع من أجل الصغير حيث يقبع ريان الصغير وحالي أحسس كي نحسون كي توصى بشو الله مش هتفوت عم يخرج ما نقول لك دبط الزمن في إغران على أنات ريان تختلط الأحاسيس تصفيق لأمل اللاحة من بطن الجبل ودعاء ليقاوم الصغير حلكة الضلام ووجوم عندما يدب اليأس الطفل لم يعد منك والديه إنه مهجة الجميع هذا القضية أبانت وأظهرت المعدين الحقيقي ديال التمغرابيات عند المغاربة من خلال القيم ديال التضامن وديال التكافل وديال التأذر المجتمعي نمس ألمي اللحقة شاهدنا الروح ديال المغاربة والتضامن ديالهم بوحد شكله هو غريب وإعطاء واحد لله العظيم لاش نقول لكم لحوله ولا قواتي لبلاي العظيم تضامن أولا المغاربة عبر كل المدنة الملكة من تنزع إلى القويرة بهذا الحدث الذي أثر في نفسنا جميعا يتعاقب الليل والنهار طيلة خمسة أيام يمني الجميع النفس بشعاع أمل ينباتق من ظلمة الجب يرنو الناس لأياد تخط ملحمة مغربية عنوانها التضامن والتعازم جميع القبائل والمغرب كامل هنا خلقت في نفس كافة المغاربة نوع من التضامن ونوع من الموازرة الأسرة هالطفل والهالطفل اللي هو الحقيقة يبقى خالد في نفسنا وخالد الحقيقة في نفس كل حد عنده ضمير حي يبقى فينا كأنه ولد دياننا ولد الشاب عيشنا معاه ديك خمسة يام كاملة بالمرة على دينات موافعة دياننا وزعمة عطر علينا بززاف احتمل العائلة دياننا لديه الناس المغاربة كاملين شدها العالم لقصة إنسانية فكان العزاء والمواسط بعطف ملكي خفف وطأة المأساة على الأبوين المكلومين كان الكل هنا من أجل حياة ريان لكن ريان خطط له القدر مآلا آخر صنع الصغير من حيث لا يدري ملحمة وإحساسا بالفخر للانتماء لهذا الوطن على هذه الأرض ما يستحق الحياة عوضي لضيفي في البلاتو الدكتور الأمجد ما تفسيركم لهذه الهبة التضامنية العالمية ما الذي تغير برأيكم دكتور؟ نعم دعيني أقول لك هناك ديبلوماسيات متعددة ومتنوعة منها الرياضية منها الفنية منها السياسية منها العلمية لكن هذا الحدث اختزل كل الديبلوماسيات أولا يعود الفضل للصحافة التي غطت الحدث بكل مهنية وبكل احترافية فأعطت للآخر الصورة بلا غبش وأعطت للآخر وضوح الصورة وأعطت للآخر نطق الصورة وأعطت للآخر بلاغة الصورة أحرجوا في قنواتهم وأحرجوا في ديارهم فكان عليهم أن يأخذوا المعلومة وأن يأخذوا المادة ويتصرفوا فيها كما يشاءون لكن صورة التي نقلت لهم لم تدع لهم مجالا للاجتهاد فكانوا يرددون كانوا يكررون وفي نفس الوقت يحرجون لأنهم لم يعيشوا في معظم بلدانهم لم يعيشوا تلك الهبة الأصلية التي كنا كمغاربة صانعين لها فوضعناهم في حيص بيس هل يغطون الحادث بكل مهنية وبكل احترافية أم أنهم يدلسون كما تدلس بعض الصحافات السخيفة وأستسمح على هذه الكلمة أستسمح سادة المشاهدين لأنه آن الأوان أن نتخلص حتى في عقر دارنا من تلك الصحافة التي تدمر أكثر ما تبني تلك الصحافة التي تشوه أكثر ما تصف تلك الصحافة التي تتعدى الحدود وتخترق الخطوط الحمر وتلعب بالعواطف وتلعب على عدد اللايكات والجيمات التي يقرسها أو يقتنسها المشاهدون كانت الصحافة الأخرى تتلقى درسا منا وكانت هي الأخرى تقدم لشعوبها درسا في التلقي ودرسا في نصاحة الصورة الحدث لم يكن يحتاج إلى ماكياج لم يكن يحتاج إلى تجميل كانت التراجيدية ربانية كما قلتم ملحمة ليس بعدها ملحمة فتلقاها العالم وتعاطف مع العالم ورن صوت المغرب أو جرس المغرب في كل البقاء حتى من بلدان العدو ثم إن الشعوب هي الأخرى إن فلتت من عقالها عند بعض الدول أو لدى بعض الدول التي كانت تريد أن تمرر خطابات مضادة فانفلت هؤلاء وتابعوا واتبعوا الحق لأن الصورة كما قلت لم تكن تحتاج إلى نوع من الماكياج أو من الأكسسوارات كانت كلها واضحة هنا المغرب جانا نتيجة هذه الدبلوماسيات الربانية التي جعلت منه بلدا ينظر إليه نظرة أخرى بلد احترام بلد يقدر النفس البشرية كيفما كانت ولو في قرية صغيرة ولو في بئر مهجور وعلينا كما قلت كمسؤولين وكمهتمين وكتربويين أن نحتفظ بهذا الزخم أن نحتفظ بهذه الرسائل التي بعتها ريان وكان هو الفداء أن نحتفظ بكل القيم التي بعتت من جديد لكي نصيرها عملية مؤجراءة في معيشنا اليوم مع المحيط القريب والمحيط البعيد وأن لا نفرق كمسؤولين بين ريف معزول أو قرية معزولة ومدينة في مكان ما أو في الوسط أو تسلط عليها الأضواء هذا هو المغرب الجديد الذي يسعى صاحب الجلالة لأن يجعل صورته بارزة ومشرقة في كل الأسقاع وفي كل البقاع ومن أراد أن يدمر هذه الصورة أو يغلف هذه الصورة أو يموها عن هذه الصورة فليعلم أنه ليس بمغربي وإن كان من بني جلدتنا وإن كان بين أضلعينا هذا المغرب بهذا الحدث توحد من جديد عاطفيا وتوحد من جديد قيميا وكان صاحب الجلالة بكل هذه العناية وبكل هذه المتابعة ذاك الموجه ذاك الرائد ذاك القائد القدوة الذي حاول الإعلام أن يتلقف هذه الرسالة وكانت المشاهد جدة 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 مؤثرة أجزم أو أكاد أجزم أن هذه الصورة لن تمحى بهذه السهولة التي يتوقعها البعض والجميل كذلك وأن الفيس وكل وسائل التواصل هي الأخرى لبست لباسا آخر فأراحتنا من الرداء وأراحتنا من اللاشيء وأراحتنا من العبث وأردنا أن هذا المغرب يستعمل الفيس ويستعمل الإنستغرام وكل الوسائط لكي يقرأ وجه المغرب ويقرأ وجه المغرب للذين يجهلون المغرب نعم تحرك الجبل بماذا؟ تحرك بالسواعد بالتطوع تحرك الجبل بالإرادة تحرك الجبل بحب هذه النفس الضعيفة هذه النفس التي هوت في قعر البئر ولبثت فيه خمسة ليالي وكانت ملحمة صنعها الجميع وصنعناها كمغاربة إذن ربما أحرج العالم إن أراد أن يغطي هذه الصورة قنوات جعلت البتة يعني على مدار الساعة ومراسلين على مدار الساعة ومتخصصين على مدار الساعة وأعجبني وأنا أبكي إذ ذاك أعجبني أن الكل لم يجرء إلا أن يقول كلام خير والكلمة الطيبة عن هذا البلد هذه الأصداء لم نكن نسمعها منذ أهد قريب أو كدنا نتناسها ولكن نريان جزاه الله خيرا بتعته الله في تلك الملحمة وفي تلك المأساة لكي يجدد هذا العهد عهدنا بمغربنا بأرضنا بالمسؤولين وعلى رأسهم صاحب الجلالة فأتمنى أن تصل هذه الرسائل وأن لا نرجع بعد مدة أو بعد شهر أو نيف ونتناسى هذه المآسي فالرجاء وكأنه يتحدث أمامنا الآن هذا الريان الرجاء أن يرحموا طفولتنا بكلياتها ارحموا طفولتنا في الملاجئ ارحموا طفولتنا في الشوارع ارحموا طفولتنا في أماكن الاغتصاب وأماكن بيع المخدرات واستهلاك المخدرات هذا هو صياح وكلام الريان الذي كان يريده لعل هذه الرسالة بسقوطه في اليم قد وصلت سنعود إلى موصلة الحديث معك وأنتقل إلى الأستاذ بن زكور إذن هي صدمة مأساة عشناها أستاذ بن زكور كيف يمكن تجاوز الأثار النفسية والمجتمعية التي سببتها مأساة ريان لنا جميعا شكرا سيدتي على السؤال هذه المأساة لا يمكن أن نعتبرها من ناحية نفسية والاجتماعية ذات بعد السلبي حتى نتخلص من أطارها بل هي ربما التراجيريا جعلتنا نفكر بطريقة إيجابية دليل في ذلك ولن تجد أحدا يستثمر بطريقة سلبية هذا الحدث ولهذا آن الأوان أن نصنع من هذه الفاجعة درسا ليس على مستوى فقط القيم والأفكار والمشاعر ونبل المشاعر ونبل التعازي وصادق التعازي أبدا هذا غير كافي بل لابد أن نمر إلى الفعل فالذي سوف يساعد الناس على بناء شخصية متوازنة وعلى مجتمع قار متماسك هو أن نعيد النظر في الأخطاء التي ربما ارتكبناها وهذا ليس معرة بل كل الإنسانية مرت من أخطاء وعلى أخطائها بنت أشياء صلبة قادرة على الصمود أمام الأحداث الكبرى للعالم فإذا نستثمر فاجعة ريان لننبه أن لا يصمد في الإنسان على المستوى النفسي إلا الصدق الصدق مع الدات الصدق مع المشاعر الصدق مع الأفكار لأن فكر النفاق والمراوغة يجعل البنية الشخصية الشعب على المستوى الاجتماعي هذا التضامن هو كناية ورسالة أخرى قانبة العهد مع التضامن الذي عشناه في كوفيد بمعنى أننا لن نتحقق كبنية موحدة قوية إلا إذا انتبهنا إلى ثغارات مجتمعاتنا ثغارات يمكن تداركها ببناء إنسان صادق ببناء إنسان مسئول ببناء إنسان غايته ليسا الهوية الداتية الفردية بقدر ما هو انتماؤه لجماعة يسعى من خلال أدائه لرسالته لواجبه داخل هذه الجماعة أن يسعى إلى أن تتحقق هذه الجماعة كوحدة متناغمة متكاملة الآداء ساعية في ظل سيادة سياسية راسينة تحت رئاسة جلالة الملك نصره الله للوصول إلى أهداف قادرة أن تجعلنا من الدول التي لا تسعى فقط لأن تكون في مقدمة الدول ولكن التي تسعى فعلا إلى وحدة صف الدول إلى وحدة صف الأمم وهنا تستحضرني تلك الصورة لجلالة الملك حينما عاد من جديد إلى الوحدة الأفريقية كيف أن القلوب اجتمعت من جديد وأن العدوان لا يمكن إلا أن يفرق الوحدة من خلال القيم من خلال البناء من خلال النظرة التي تجعل هذا الإنسان ينبعت في سياق فكره الإيجابي إلى البناء إلى وضع أسس عيني رصينة إلى وضع أسس إنسانية تجعلنا فعلا نفكر فيما هو قوة إضافية للإنسان فيما هو قوة إضافية للبيئة آنذاك يمكننا أن نكون قد استفدنا وتجاوزنا ما يمكن أن نسميه ببعض المشاعر الحازينة التي أصبتنا من طيلة خمسة أيام واستفدنا واستطمرناها بالشكل الذي يجعلنا فعلا نستفيد ونعيد بعضا من أجر الذي قدمه لنا ريان رحمه الله أستاذ بن زكول لنا عودة معك في خلال هذه النشرة إذن حالة من الصدمة تسود في المغرب على إثر هذا الحادث المفجع والمؤلم لكل المغاربة والذي أودى بحياة الطفل ريان قرية إغران بجماعة تمروت بإقليم شفشاون في حداد على فقدان ابنها الصورة من هناك مع ياسر العمراني وعبد العلي كنوني مباشرة بعد إخراج الطفل ريان من الثقب المائي الذي ضل قابعا به لخمسة أيام وإعلان خبر وفاته عم الحزن قرية تمروت أهالي القرية يعيشون أول يوم من دون ريان نحن ريان من اللي طاح في البير من اللي يعود قالوها لي كابي يخرج عقلي ومن اللي خرجنا ما قلنا شي زع ما بيش يخرجوا من ديك الحفرة هذيك ما نويناشي كنا نقولوا يا ربي غاي خرج من تمو من هاللي سمعنا باللي ما يكاين شي كنا نقلبوا عليه ونعيطوا ريان من اللي سمعنا في البير بقى فينا بزاف وذبا نشكره سننا الماليك والسلطة على لأنهم جبدهم ديك الحفرة اللي كانت عميقة بزاف أنا مادات مع ابنت خاي قتلي ولد خالتي طاح في البير صدمنا مقافي ونزم رجوة ديانا مداروكوش ديانا الله يحمل الوليدين والله يعطيهم ما يتمنى قرية تمروت ممتنة للمواقف الإنسانية التي عبر عنها كل أفراد الشعب المغربي كل من موقعه في الصف الأمامي وقفت عناصر الإنقاذ ساعات طوال تسارع الزمن لإخراج ريانا نشكر جلالة المالك نشكره بزاف وكان ندعم على الوليد ديان ريان بالصبر الجميل والجامع جامع المغاربة على مجهودات الجبارة والمساهمة والتعاطف والألاحهم عنا نصف الفرحة ما يخرجنا وعنا الألم الداخل ما كيشعر به غير الله تعالى وتبرك حيش داعنا ريان والله يرزق الاصبر لإماه والباباه والجدات والعائلة كاملين صحيح أن أهالي القرية ومعهم كل من تابع هذا الحادث كانوا يمنون النفس بأن يعيش ريانا لكن الأقدار شاءت غير ذلك وللوقوف عند الأجواء بدوار إغران ينضم إلينا مباشرة من جماعة تمروت بإقليم شفشا والنزميل خالد أزدون خالد مساء الخير الساكنة عاشت على وقع هذه المأساة طيلة خمسة أيام إلى حين إخراج الطفل ريان للأسف جوثة هامدة قربنا من الأجواء بالمكان بعد صدمة وفاة الطفل رحمه الله خالد مساء الخير نبيلة مساء الخير لكل المغاربة الذين يتابعون من عيني المكان الذي شد أنظار العالم وأيضا شد أنظار المغاربة بالحديث عن الأجواء قبلها لا أخفيكي تأثرنا هنا بما جاء في البلاتو عبر الضيوف الكرام وأيضا عبر التقارير الإخبارية وأيضا الروبرتاجات كلمات أكثر من مؤثرة وهو ما يعبر عنه جميع المغاربة تأثرهم الكبير بهذا الحادث الذي أصابنا جميعا هنا بدوار أغرم يمكن القول بأنها ليلة هادئة ويوم هادئ عاشته ساكنة هذا الدوار وتبدلنا أطراف الحديث مع بعضهم خلال رحلتنا إلى مكان الحادث وأعطونا رسالة وأمانة أن نبلغ لجميع المغاربة قالوا لنا بالحرف شكرا لكل المغاربة قالوا لنا عليكم أن تبلغوا شكرا لجميع المغاربة على اهتمامهم بهذه القضية أيضا وعلى دعمهم الكبير لرايان وأيضا لولدي رايان وأيضا لكل ساكنة أغرم في هذا المصاب الذي أظهر معدنا المغاربة وتضامنهم شكروا أيضا جميع السلطات وجميع العاملين لإنقاذ كل من تدخل لإنقاذ رايان بالمقابل دروس كثيرة أعطتها لنا هذا الحادث رايان وكلما اقترب من مكان الحادث كلما استشعرنا أو أعدنا القصة بكاملها في هذه الأثناء نبيلة أو تحدثت عن الدروس الدرس الأول هو التضامن الكبير لكل الشعب المغربي الذي يظهر معدنه الأصيل في المحن وقضية رايان عبرت بشكل ملموس على التضامن الكبير لكل المغاربة ورأى هذه القضية الدرس الثاني هو أن لهذا البلد رجالاته وأيضا له من يقف وقفة رجل واحد في الأزمات وأيضا في الشدائد الدليل على ذلك هؤلاء الرجال الذين يعيدوا هم الآن بصدد إعادة الأتربة إلى مكانها حركوا الجبل طيلة الخمسة أيام والآن يعيدوا الأتربة إلى مكانها قاوموا الجوع قاوموا التعب قاوموا الصهار لكن أموا إلا أن يكملوا ما بدأوه بكل فخر وأيضا بكل نكران أدات عودة أيضا نبيلة لبعض التفاصيل التي يجب الحديث عنها بخصوص هذا الحديث والصعوبات التي واجهوا مثل هؤلاء الرجال سأريكم شيئا مهما هذه الأتربة نبيلة أتربة صعبة المأمورية على كل التقنيين وجعلتها شبه مستحيلة لكن الرجال أو الرجالات المغرب لا يقفهم أي شيء فهذه الأتربة غير متماسكة وبالتالي حتى الخبراء الأجانب عبروا على صعوبة المهمة لكن رغم ذلك استطاع التقنيين والطبوغرافيون وأيضا المهندسين والعاملون للوصول إلى الرأيان رغم صعوبة الأمر ورغم أيضا خطورته في الختام نبيلة أود أن أبلغ رسالة أخرى من الساكنة إلى جلالة الملك الذين شكروا جلالة الملك على عطفه الذي لعب دور الأب الذي لم أبنائه خلال هذه الفاجعة شكر موصول أيضا لكل من سهم في إخراج رأيان من هذه الأزمة وإخراج ولدي رأيان من هذه الأزمة وإخراج ساكنة دوار إغران من هذه الأزمة فالعمل مازال متواصل إلى حدود هذه الساعة وكلما اقتربنا من مكان الحديث كلما تذكرنا القصة التي ستبقى رسخة في أدهاننا ليس بفقدان رأيان فقط ولكن بالدروس التي أسداها لنا رأيان لكل المغربة نبيلة الزميل خالد أزدون شكرا لك كنت معنا مباشرة من جماعة تمروت بإقليم شفشا ونا عرب الرئيس السنغالي مكسل عن أحر تعزيه لصاحب الجلال الملك محمد السادس نصر الله لأسرة الفقيد ريان ولكافة أفراد الشعب المغربي خمس ليال قضاها ريان وحيدا في قاع البئر لكنه كان حاضرا في أفدة كل الناس عبر ربوع العالم حكايته تجاوزت الحدود ليصبح التعاطف دوليا مع قصته هاشتاغ سيف ريان أنقذ ريان تصدر مواقع التواصل الاجتماعي رؤساء دول مشاهير وفنانون عبروا عن تضامونهم ومواساتهم وتعازيهم زكيب القاس قصة ريان ألفت بين قلوب الملايين كسرت قيود الاختلاف عبرت الحدود وغرد الجميع بعبارات تحمل الكثير من معاني الأساء والحزن البابا فرانسيس عبر عن بالغ تأثره لوفاة الطفل وأشاد بجهود المغرب لأجل إنقاذ حياته المغرب عبر عن تضامونه المطلق مع الطفل ريان كل الناس كانت هناك الجميع عملوا كل ما في وسعهم لإنقاذها لكن للأسف لم يتمكنوا من ذلك أشكر الشعب المغربي على تضامونه الجميل شكرا للمغرب رؤساء دول ديبلوماسيون ونجوم قدموا تعازيهم في تدوينات صادقة لعائلة ريان وللمغاربة فحكاية ريان سكنت قلوب العالم لمدة خمسة أيام تضامن دولي واسع كل الأمل أن يخافف عن الجميع مرارة فقدان ريان ابن كل المغاربة إنقاذ الطفل ريان رحمه الله ملحمة تابعها العالم وستأثرت باهتمام الصحافة الدولية في مختلف أرجاء العالم عنوين متعددة تابعت أولا بأول تطورات الحادث وحجم الموارد المعبئة والجهود المبذولة في سبيل إنقاذ أحد أبناء المغرب الحادث المأساوي للطفل ريان كان حاضرا في وسائل الأعلام الدولية في تعاطف دولي غير مسبوك وأعود في البلاتول لديفيا الدكتور ناجي الأمجد ريان قصة إنسانية بطابع عالمي وحدة قلوب المغاربة وقلوب العالم ما هي الدروس المستقات من وراء هذه الحكاية؟ نعم شكرا لك أول درس هو هرمون السعادة الذي تدفق رغم أننا كنا بكائين وكنا مكلومين وكنا حزانة وحيارة ونترقب لكن هرمون السعادة أعيد بنائه من طرف الخالق عز وجل لأن هذا الريان أحبه الله وحبب خلقه فيه وجعل سره في أضعف خلقه في هذا الطفل ذي الخمس سنوات الدرس الأول هو أن قيم المحبة حينما تعود وتطفو على الساحة تصنع المستحيل وتصنع الخوارق أو المعجزات حتى نكون أدق قيم السعادة كذلك حينما تطفو على الساحة تعيد لحمة البناء العاطفي لدى الأسرة كخلية أولى أولا يلتفت الإبن الهاجر أو العق لوالده ويلتفت الوالد كذلك إلى أسرته ويلتفت الأبناء لأجدادهم الذين فكروا في أن يضعهم في الملاجئ والحمد لله أن هذا الأمر لا زال بعيدا عندنا في المغرب ولكن لو اتبعنا المصارات الأخرى مصارات الحضارة أو العولمة ربما سنصل إلى هذا في أقرب الوقت إذن علمتنا هذه القرية المباركة أن نعيد لحمة بناء الإنسان وصناعة الإنسان وهرمون السعادة هرمون السعادة لا يمكن أن يكون إلا بالبساطة لا يعني أن السعادة ستأتي بالمال ستأتي بالثراء وبالغنى لكن السعادة من شاءها هو أن تكون قد تصالحت مع ذاتك ومع عقلك البطني ثم مع المحيط فحينما قال صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك ترافة إن لم تكن ترافة إنه يراك هذه بوابة جميلة جدا ورائعة لكي نحصد هذه السعادة التي نبحث عنها قال اتقل لها حيث ما كنت أنت مسؤول هنا وهنا وهنا فلتتقل لها في هذا المواطن وفي هذا الإنسان وأتبع السيئة الحسنة تمحها هذا اشتغال على الذات هذا تتقيف للذات هذا بناء الذات وهذه مشاريع تحتاج إليها هذه القرى وأمثالها وبقية المناطق ثم خالق الناس بخلق حسن وهذه النقطة التي كنت أريد أن أصل إليها أهم رسالة هي أن نخالق الإنسان بخلق حسن أنا أكره سلوكك المشين ولن أكرهك هذه هي القيمة التي يجب أن نعود إليها نحن نكره الإنسان قبل أن يخطئ ونكرهه ونمقطه إذا أخطأ ولو كرهنا سلوكه وحاولنا تعديله لكسبنا الإنسان وكانت هذه قيمة الإنسان الحقيقي وصناعة الإنسان التي نتحدث عنها دائما الرسالة الأخرى هي أن نعود إلى الثقة في ذواتنا وفي أنفسنا صنعنا هذا الحدث والله عز وجل هو الذي كان يتولاه وهو الذي قيض الأسباب ولكن يجب أن نعلم أننا إذا أردنا استطعنا بمعية الله لا نقول لن نستطيع ولا نستطيع ولكن نقول نحاول وهذه المحاولات هي التي جعلت كبار العلماء وكبار المخترعين يصلون إلى ما وصلنا إليه الآن من اختراعات وابتكارات لأنهم يقولون أحاول أحاول وحينما يحاولون يصلون أما نحن اللغة التي صارت فيما بيننا في هذه السنين الأخيرة هي لغة التيئيس اللغة السوداء أو السوداوية ولعل الوباء كان قد أعطانا درسا شبيها بهذا لكن هذا الحدث ربما غطى عن الوباء وغطى عن أشياء أخرى لتطفو الأشياء الجميلة في هذا الجسم المغربي في هذا الإنسان المغربي بهذه النبرة الإيجابية أشكرك الدكتور ناجي الأمجد الخبير في التربية والتواصل أشكرك على كل هذه الإداءات وحضورك بحث وأنتقل إلى الدكتور بن زكور العين تدمع والقلب يحزن وإن على فراقك يا ريان لمحزونون دكتور بن زكور كيف أعادت قصة ريان لنا جزءا من إنسانيتنا في حكاية كتبها المغاربة وقرأها العالم شكرا سيدتي رغم أن هذا الموضوع أكبر من أن ألخصه في دقيقة ودقيقتين حين نقول الإنسانية فمع الأسف ذهب هذا المصطلح إلى أبعاد حقوقية والآن مع ريان أرجع لها ذلك النصيب المفقود بصياق البحث عن القوانين وضبط السلوك الإنساني ومحاربة الظلم من خلال إتبات حقوق الإنسان حقوق الطفل حقوق المرأة حقوق العامل فأعاد لنا ريان فكرة أخرى عن الإنسان فكرة أننا يمكن أن نتحقق ليس خارج القانون ولكن مع القانون بمعنى أنه إذا أردنا أن نجعل من سلوكنا قادرا على أن ينبع نحو التقدم نحو البناء نحو تواطر المجهودات نبدأ أن لا يكون القانون رقيبنا بل أن تكون الإنسانية هي رقيبنا أن تكون هذه الإنسانية هدفها الأسمى أن نراجع أنفسنا ونصلح أخطاءنا ربما نبدأ بأبسط الأشياء أن ننتبه إلى العالم القروي وما كان وراء هذه الفاجعة من إهمال الآبار مثلا ثم بعد ذلك نتحول إلى الحاجيات التي يتشبع بها الإنسان حتى يتحول من البحث عن ما هو ماد فيه إلى ما هو روحان فيه إلى ما هو فكري فيه إلى ما هو أخلاقي وإنسان فيه وقد تجعل هذه الرسالة كخلاصة للمفهوم الإنسانية التي بدلنا بها ريان رحمة الله عليه هذا التضامن قد تكون هذه الإنسانية بمفهومها الشمولي بمفهومها الموضوعي بمفهومها أيضا المستشرف للمستقبل ليس كلاما ورديا كما يقال ولكن كلاما فعليا الكلام الذي يصاحبه الفعل لأن ريان ليس قصة ريان كان في غيابات الجبل خمسة أيام ريان صمد لتشبته بالحياة ليعطينا هذا الدرس حتى لا نفقد هذه الأبعاد ونجعل من الإنسان درسا نتشبع به يوميا لابد أن نمر إلى الفعل الفعل الذي يحقق إنسانيتنا في كل سلوكيتنا رحم الله ريان رحم الله ريان وأسكنه فسيح جنانه الدكتور محسن بن زكور أخصائي في علم النفس الاجتماعي لك جزيل شكر على كل هذه التوضيحات ومشاركتك معنا كنت معنا مباشرة من المحمدية بدأت السلطة المحلية بإقليم شفشاون اليوم ردم البئر التي فاقت عمقها 30 مترا والنفق الأفقي الذي تم حفره للوصول إلى مكان الطفل ريان بجماعة تمروت العملية تأتي في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين خاصة في ظل وجود خطر جراف التربة وكانت الجرافة همكت لمدة خمسة أيام من أجل إحداث حفرة موازية لثقب المائي والوصول إلى الطفل ريان ترجمة نانسي قنقر 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 بالخارج ناصر بوريطا أمام القمة العادية الخامسة وثلاثين الاتحاد الإفريقي تقرير صاحب الجلال الملك محمد السادس الرائد في قضايا الهجرة حول تتبع تفعيل المرصد الإفريقي للهجرة في المغرب مريم العفير تقرير صاحب الجلال الملك محمد السادس الرائد في قضايا الهجرة حول تتبع تفعيل المرصد الإفريقي للهجرة في المغرب يرتكز على ثلاثة رسائل أساسية أولها أن الجائحة كان لها تأثير كبير على حركة الهجرة والمهاجرين في القارة الإفريقية كما أن التدعيات الاقتصادية والاجتماعية للهجرة زادت من تفاقمها شاشة أوضاع العمال المهاجرين لا سيما النساء والشباب ومع ذلك ذكر تقرير جلالة الملك التأثير الإيجابي للمهاجرين على البلدان المضيفة والمغتربين على بلدانهم الأصلية من خلال ابتكار حلول خلاق لمكافحة الجائحة ومن خلال التحويلات المالية ورغم انتشار الأخبار الكاذبة يؤكد جلالة الملك تظل أرقام مرتبطة بالهجرة واضحة وبليغة إن الهجرة الإفريقية تتعلق في المقام الأول بإفريقيا بل إنها زادت بنسبة 13% بين عامي 2015 و2019 الهجرة الإفريقية لا تمثل سوى 14% من إجمالي عدد المهاجرين الدوليين ومعظمهم ينتقل داخل القارة الإفريقية وداخل مناطق انتمائهم لذلك فلا شك من أن إنشاء منطقة التجارة الحرة القرية يعزز هذا الاتجاه الرسالة الثانية في تقرير جلالة الملك تتعلق بتفعيل المرصد الإفريقي الذي تتجسد أهميته في ثلاث مستويات أولها المغرب ثانيها إفريقيا وثالثها التعاون بين المغرب وإفريقيا فالمرصد يؤكد التقرير سيكون قادرا على توجيه السياسات من خلال تشكيل أداة للتوعية ودعم اتخاذ القرار من خلال جمع البيانات تحليلها ونشرها وكذر رصد الاتجاهات العامة ومراقبتها القارة الإفريقية ستكون بفضل المرصد قادرة على تعزيز قدرات بلدانها وتوفير أداة للتنصيق والتواصل المرصد سيقوم بدور تنصيقي مزدوج على المستوى الوطني بين مختلف الإدارات وعلى المستوى القاري بين مختلف المجموعات الاقتصادية الإقليمية سيساهم المرصد في تيسير الحوار والتفاعل بين الخبراء بهدف تعزيز اعتماد مفاهيم وأدوات موحدة على المستوى الدولي أما الرسالة الثالثة التي حملها تقرير جلالة المالك نصره الله فتتمثل في قدرة إفريقيا على النهوض بدور ريادي في هذه الحوكمة الجديدة للهجرة التي يسعى إليها ميثاق مراكش إن التقرير جلالة المالك يبرز أن إفريقيا متموقعة باعتبارها فاعل أساسيا في تنفيذ ميثاق مراكش من جهة ثانية يعد المرصد تجسيدا مباشرا لميثاق مراكش ولسيما هدفه الأول وهو جمع واستخدام البيانات الدقيقة لتوظيفها في إعداد السياسات القائمة على المعرفة بالوقائع وخلص تقرير جلالة المالك حفظه الله إلى أنه يتعين العمل على أخذ المهاجرين في الاعتبار فيما يتعلق بالتنمية والجوائح والعدالة وأن يكون مركز الثقل الحقيقي للسياسات الهجرة المسؤولة والمتضامنة وذلك انسجاما مع الهدف الثالث والعشرين لميثاق مراكش تقارير الاتحاد الإفريقي لا تتضمن هذه السنة أي إشارة إلى قضية الصحراء المغربية التأكيد لوزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال مؤتمر الصحفي بمقر الاتحاد الإفريقي على هامش الدورة العادية 35 لقمة المنظمة الإفريقية وأشار السيد بوريطة في هذا الصدد لتقارير اللجنة الإفريقية حول حقوق الإنسان ومجلس السلم والأمن أتابع الاتحاد الإفريقي وحول الوضعية الإنسانية وجدد السيد بوريطة تأكيد على أن التقرير حول الوضعية الإنسانية في إفريقيا والذي تم استغلاله على الدوام لتناول وجهة نظر واحدة فقط حول الموضوع أضحى الآن تقريرا يتمتع بقدر كبير من التوازن والموضوعية مبرزا أن كل هذه المكتسبات تعزز رؤية المغرب إزال الاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية أي أن الملاف يقع ضمن الاقتصاص الحصري للأمم المتحدة مجموعة من التحديات التي تواجه القارة الإفريقية كانت مطروحة على طاولة النقاش في الدورة 35 للقمة الإفريقية بأضي سبابة المغرب استعرضت تجربة المغربية في عدد من القضايا التي يعتبر رائدا فيها كالقطاع الفلاحي والجهود المبذولة لمواجهة كوفيد-19 وأيضا مساهمته الكبيرة في مجال الأمن والسلم خديجة زروال وحسن أمساوي مواجهة جائحة كوفيد-19 بإفريقيا والانتعاش الاقتصادي والتنمية والاندماج في القرى إضافة إلى القضايا المتعلقة بالسلم والأمن ملفات ضمن أخرى كب عليها المشاركون في أشغل الدورة 35 للاتحاد الإفريقي بأضي سبابة المغرب وبتجربته الرائدة كان دوما في خدمة الأجند الإفريقية عبر تعزيز التعاون في مجالات متعددة من ضمنها تطوير القطاع الفلاحي الذي يعتبر فيه المغرب نموذجا تحسد به الدول الإفريقية المغرب يعني في كل القضايا اللي كانت متروحة كان عنده تجربة كان عنده كذلك مساهمة إلا خدينا الموضوع القمة اللي هو المسألة الأمن الغدائي المغرب عنده تجربة مهمة سواء من خلال يعني برامج الفلاحية اللي طورت سنوات من المغرب الأخضر الآن أجيال الجيل الأخضر كلها برامج اللي هي من البرامج الرائدة على المستوى القاري والعالمي في مجال الفلاحة تدعيم الأنظمة الصحية هو بلورة رؤية مشتركة لإفريقيات تستند على حلول الملموسة ومعقولة وتجوز التحديات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد من الأهداف التي يسعى إليها المغرب الذي يعتبر البلد الإفريقي الوحيد الذي استضع تلقيح أكثر من 67% من ساكنته المغرب كذلك في هذه أسبوعين على تجرات الملك محمد السادس انطلاق لإنشاء مصنع لإنتاج اللقاحات في إفريقيا بما في ذلك 3 اللقاحات لكوفيد وأكثر من 10 اللقاحات أخرى في كتهم أو بيئة أخرى والمغرب دارها أولا في إطار سيات الصحية ولكن كذلك دارها كمساهمة لأن تكون اللقاحات لإفريقيا مصنوعة في إفريقيا المغرب انضم إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي انطلاقا من أن إسهامه في إرساء الأمن والاستقرار بإفريقيا يمثل موقفا ثابتا وراسخا منذ سنوات عديدة المغرب من الدول الأولى لشركات في عملية حفظ السلام في إفريقيا المغرب قام بمشي وساطات ولكن تسهيل اللقاءات سواء في ليبيا أو في منطقة نهر مانو وغيرها المغرب اليوم عنده قوات حفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى في الكونغو الديمقراطية المغرب كانت عنده قوات حفظ السلام في صوماليا كانت عنده في الكود ديفوار كانت عنده في أونغولا فالمغرب المساهمة في الحفظ الأمن والسلم هي تابتة منذ القدم عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي بخبرته وتجربته الرائدة في عدد من القضايا قيمة مضافة للتعاون جنوب جنوب ومرجعا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعدد من البلدان الإفريقية في هذه السبابة دائما أجر أمس وزير الشؤون الخارجي وتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثة مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبية سيد ميكي ميكونين بشأن عقد اجتماع للجنة المغربية الإثيوبية المشتركة لتدارس جمع المشاريع التي تم إبرامها بمناسبة الزيارة الملكية لأدي سبابة سنة 2016 نتابع تصريح السيد ناصر بوريطة في هذا الصدد كان لقاء في إطار مجموعة من اللقاءات التي تمت خلال على هامش هذه القمة واللقاش الأساسي كان مرتبط بكيفية تفعيل العلاقات التنائية انطلاقا من زيارة جراد الملك محمد الثالث إلى هديس أبابة في 2016 توقعت أكثر من 13 اتفاقية وتم الإعلان عن مشاريع مهمة هذه المشاريع بعض منها تحقق البعض لم يتحقق تفقنا على أن تعقد اللجنة المشتركة لتبحث في هذه الأمور تحدثنا كذلك في مجموعة من القضايا الإقليمية والأجندة دورة الاتحاد الإفريقي وبالعاصمة القطرية الدوحة احتضن مقر وزارة الخارجية الاجتماع التحضيري للخبراء المغاربة ونظرائهم القطريين من أجل التشاور والأعداد لانطلاق أشغال اللجنة العليا المشتركة في دورتها ثامنة يوم غد من الدوحة مرسلت محمد أمين النوري والمعتصم بالله بوزاوي هو اجتماع تحضيري لأشغال اللجنة العليا المشتركة بين بلدين لطالما جمعت بينهما أواصر الصداقة والود والعمل المشترك في شتى القطاعات حيث توجت سبع دورات لهذه اللجنة العليا بإقرار أزياد من مئة نص قانوني واتفاقيات ومذكرة تفاهم وبرامج عمل تصب في بوتقة النهوض بالعلاقة الثنائية في مجالات حيوية على مستوى التجارة والاستثمار والطاقة والقطاع المالي والمصرفي ومجالات أخرى تقييم الحصيلة التي تمت منذ الدورة السابقة وإعداد عدد من المقترحات سيتم رفعها إلى أنظار الدورة على المجلس الوزاري إن شاء الله هناك أيضا تم التوصل إلى السياق النهائية لعدد من الاتفاقيات ستعرض على اللجنة الوزارية بالنسبة للقطاعات التي سيتم إن شاء الله الإنكباب عليها هناك قطاعات السياحة، قطاع الطاقة، قطاع الشباب، قطاع التقافة وإذن الشؤول الإسلامية بالإضافة إلى دراسة العديد من القطاعات الأخرى الواعدة خاصة الطاقة وذلك تجسيدا للعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين في ذل الرعاية الكريمة لجلالة الملك محمد السادس نصر رب الله وشقيقه سمو الأمير شيخ تميب الحمد وتعتبر العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وقطر عريقة وتمتد لأزيد من خمسة وأربعين سنة عززتها الزيارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين وأضحت أكثر متانة بفضل الرؤية الموحدة لقيادة البلدين والتي أفضت إلى تعاون ثنائي بناء كان قاطرة لمشاريع استثمارية مهمة وانفتاح مهم على مجالات جديدة في التعاون كما هو حال هذه الدورة الثامنة لللجنة العليا المشتركة بين البلدين طبعا علاقتنا مع المغرب علاقة وطيدة وقديمة جدا احنا اليوم اجتمعنا في الاجتماع التحضيري للاجتماع الدورة الثامنة لللجنة العليا المشتركة والتي ستعقد غدا ناقشنا بعض مذكرات تفاهم اللي ستتوقع غدا بإذن الله وثلاث برامج تنفيذية خلصنا مع الاخوان طبعا الاجتماع وكان الاجتماع سلس ومر الحمد لله بشكل جيد طبعا هذي احنا دائما نطلع ان هذه الاجتماعات تكون تعزيز وتقوية للعلاقات وفرصة بين الطرفين نتباحث ونتحاور فيها هي علاقة قوية تعمل هذه الدورة الثامنة على تمثينها من خلال العودة الى المكتسبات التي راكمتها الضورات السبع السابقة وايضا الانفتاح على مجالات تعاون جديدة بين البلدين الشقيقين المغرب وقطر محمد أمين النوري المعتصم بالله البعزاوي الدوحة وحسب الحصيلة اليومية للإصابات بكوفيد تسعة عشر فقد تصدرت جهة الرباط عفوا قبلها سنتوقف عند جديد الحالة الوبائية ببلادنا حيث تم تسجيل ألف ومائتين واثنين إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربعة ألاف وأربعمائة وخمسة عشر حالة شفاء وثمانية عشر حالة وفاة أما بخصوص الحملة الوطنية للتلقيح فقد بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثالثة أربعة ملايين وسبعمائة وخمسة وعشرين ألفا وثمانمائة وتسعا وتسعين شخصا فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى ثلاثة وعشرين مليون ومائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وأربعة شخصا مقابل أربعين وعشرين مليون وستمائة وستن وسبعين ألفا وستمائة وثلاثة وأربعين شخصا تلقوا الجرعة الأولى والآن إلى الحصيلة اليومية للإصابات بكوفيد تسعة عشر حسب الجهات فقد تصدرت جهة الرباط سل القنيطرة عدد الإصابات متبوعة بجهة فاس مكناس نتعرف على توزيع الحالات حسب الجهات مع سيهان بوخليفي الوضعية الوبائية عبر ربوع المملكة تشهد تراجعا على مستوى الإصابات بفيروس كورونا بالمقارنة مع الأرقام المسجلة في الأيام السابقة جهة الرباط سل القنيطرة لازلت تحتل المركز الأول من حيث عدد الإصابات وطنيا بمجموع مائتين وإحدى وستين إصابة مؤكدة دون تسجيل أي حالة وفاة بدورها جهة فاس مكناس تحقق عددا متوسطا من الإصابات بمائتين وثلاثة وعشرين إصابة جديدة لكن مع تسجيل حالتي وفاة أما جهة الدار البيضاء سطات فقد سجلت خمس حالات وفاة مع عدد إصابات وصل إلى مائة وتمانين جهات أخرى من المملكة سجلت أقل من مائة إصابة ويتعلق الأمر بجهة سوس ميسا بتسجيلها تمانية وتسعين إصابة جديدة جهة طنجة طوان الحسيمة ستة وتسعين إصابة جديدة وجهة مراكش آسفي سبعة وتمانين إصابة وحالة وفاة واحدة العدد الأقل من الإصابات بفيروس كورونا يسجل بكل من جهة الدخل ودي الدهب بأربعة عشر إصابة دون تسجيل أي حالة وفاة وجهة قلميم ودنون بتسع حالة إصابة وحالتي وفاة وجهة ضرعة فلالت بثمان إصابات ومن دون تسجيل أي حالة وفاة فيما تتواصل الحمل الوطني للتلقيح بمختلف جرعاتها يتردد البعض في أخذ الجرعة الثالثة لاعتقادهم الخاطئ بأن جرعتين كافيتين لتحقيق المناعة ضد الفيروس هذا التردد يؤثر سلبا على سير عملية التلقيح المتحور أوميكرون يحد من فعالية الجرعتين الأولى والثانية لذا يبقى لزمن أخذ الحقنة الثالثة المعززة التي تتيح السرجاء أزهد من 70% من الفعالية الضامنة لحماية الجسم غير أن بعض الأشخاص لم تسمح لهم ظروفهم السحية بعد استشارة طبية من أخذ الحقنة الثالثة في وقتها المحدد بالمقابل هنا كفئته اكتفت بالجرعة الأولى والثانية ولكل مبرراته علما أن المعطيات العلمية تؤكد ضرورة ونجاعة الحقنة المعززة لتقوية جهاز المناعة صراحة صفيقة تانعت بأنني أخذت جود ديالي دوز فبقا نظن أن المانعة ديالي تقريباً غادي تغلب على الالجاني كوفيد مرة تانية تلقي حلولاني اللي درج تخرج لي واحد الأعراض الجانبية كوفيد مرة تخرج لي واحد المرض هناك وفي الجيل ديالي في الوجه ديالي يعني وعانيت بزاف اللي هوية مني بشي تقدر استشارة طبية ودرج فحوصات طبية لقيش أنه مرض زونة ودرج الجرعة التانية ولكن ما بقيش قد أنا نزيد ندير شي جرعة أخرى حيش أنا خبش ليكون عوثي ناشي أعراض جانبية أخرى حالياً في كوفيد ولينا كان نشوف الجرعة اللولة الجرعة التانية والجرعة التالتة وما زال غات المرض بكوفيد مادم على هذا الحسابي بالله أحسن دق اللولة والتانية بارك عليه اكتصر بدأ على الأقل المناعة اللي غات كفيني مش مش مشكلش لي هذا المرض خطورة الآن هاد تراخي ما غير مسموح لي حد الآن لأنك نعرفوه أن المعطيات الوطنية إبان هاد الموجة دي الأوميكرو أن بينات لنا أكثر من 83% من الناس الذين فقدناهم كانوا غير ملقحين بالشكل الكامل فالأبحاث العلمية أكدت أن مضادات الإجسام التي تحمي جسم الإنسان تعرف انخفاضاً بعد الحقنة الأولى والثانية عند مرور أربعة أشهر وبالتالي لم تعد كافية بالشكل المطلوب لتأدية وظيفتها لذا فالحقنة المعززة تبقى ضرورة ملحة لتقوية مناعة الجسم في موضوع آخر بالنظور ندوة وطنية همت تنزيل القانون التنظيمي للغة الأمازيغية وخذ التصورات الإجرائية لتعميمها في المقرارات الدراسية في المتابعة خديجة زروال ورشيد الاعتابي بلورة استراتيجية وطنية من أجل تنزيل مقتضاية القانون التنظيمي للغة الأمازيغية كان موضوع ندوة وطنية نظمتها الفعالية السياسية لحزب التجمع الوطني للأحرار أبرز مخرجاتها كانت ورقة طريق لتعميم اللغة الأمازيغية باعتبارها ركيزة أساسية لتثمين هوية وطنية هناك إكرهات التي هي موجودة في هذه العملية للتعميم كيفاش مع كل فائلين في هذا الموضوع للتعميم الأمازيغية في مجال التعليم كيفاش نشتغلوا اليد في اليد بشراكة قوية باش نحدوا الأولويات نحدوا كيف هو الطريق اللي يمكننا يساعدنا باش نطلقوا من فينحنا اليوم والهدف اللي هو التعميم نحن أمام حكومة لها إرادة سياسية قوية في التفعيل والتنزيل أمام مجتمع لدني إيجابي وفعال وواقعي وله طموح وإرادة لتشعيل ديمقراطية التشاركية زيارة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لإقليم ناظور جاءت للوقوف على تجارب ناجحة لتلقين اللغة الأمازيغية في مجموعة من المدارس عبر روح الإقليم الطفل ريان كان حضرا في منافسة الكام بالكاميرون وقفة للترحم على روح الفقيد ريان سبقت مباراة نهاية كأس إفريقيا للأمامة التي تجمع في هذه الأثناء بالكاميرون بين المنتخبين المصري والسنغالي والتي انتهت نتيجة وقتها الأصلي بالتعادل السلبي بعدما مر الفريقان إلى الأشواط الإضافية على مدى ثلاثة أيام جرت أطوار لحاقة دخل القرقرات في نسخته الثانية والذي عرف مشاركة أزد من مئة ومع عشرين مشارك احتفاء بمغربية الصحراء والشغف بسيارة العتيقة محمد بن سركة من مدينة الدخل نحو القرقرات هو عشق لا ينتهي طي المسافة عبر السيارة العتيقة والاستمتاع بالطبيعة الخلابة هي النسخة الثانية للحاق الدخل القرقرات لسيارات العتيقة جينا هذه السنة وجينا اليوم الحمد لله البلاد آمينة والإخوان شطيت عندنا تقريباً 63 سيارة ومئة وستة وعشرين مشارك إحساس غريب أنك كتوصل لأخر عمق المغرب وانت جيب سيارة عتيقة لأن السيارة عتيقة عندهم تاريخ والمغرب عندهم تاريخ كثير من 12 قرن وهذا كي يدل على أن كي نرى بالتواصل وعدنا ما بين الشمال والجنوب والشرق والغرب نجيو ونحن فرحانين نجيو ونجيو بـ 400 كيلومتر ونحن فرحانين من الداخلات اللي هنا 63 سيارة عتيقة كانوا في الموعد موعد الحدث فلمدة ثلاثة أيام نظمت الجامعة الملكية المغربية لسباق السيارات العتيقة هذا الحدث الرياضي الذي بات سنوياً واستمتع المشاركون من خلاله بطبيعة ومناخ الصحراء المغربية رياضياً دائماً بالصين في اليوم الثاني من منافسة الألعاب الأولمبية الشتوية تستمر النرويج في صدارة الترتيب العام للميداليات بمجموعة ثلاث ميداليات ذهبيتان وبرونزية واحدة خلد رقود نبدأ هذا الملخص بمسابقة سكياتلون أو تزلج الضحي على مسافة 30 كم هذه المسابقة عرفت تألق البطل الروسي أليكساندر بولسوف والذي انتزع الميدالية الذهبية لهذه المسابقة بعد دخوله في الصف الأول قاطعاً مسافة السباق في ضرف ساعة واحدة و 16 دقيقة الصف الثاني عاد لمواطني دينيس بيزيسوف ليفوز بالميدالية في الضياء فيما عاد المركز الثالث للفلاندي نيسا كانين بأبرز محطات الخبر للنشر الرئيسية لهذا المكل مساء جلالة الملك يجري اتصال هاتفياً مع والدي الطفل الفقيد ريان الذي وفته المنية بعد سقوطه في بئر يوم ثلاثاء الماضي أعرب فيه جلالته عن أحر تعازيه وأصدق مواساته في فقدان فلدة كبده تقرير جلالة الملك أمام القمة العادي الخامسة والثلاثين الاتحاد الإفريقي بأديس بابا يؤكد حرص جلالته على جعل تملك القرة الإفريقية لقضيات الهجرة هدفاً لتفعيل المرصد الإفريقي حول الهجرة قبيل انطلاق أشغال اللجنة العليا المشتركة المغربية القطري اجتماع تحضيري بالدوحة للخبراء المغاربة والقطريين ينعقد من أجل التشاور والأعداد لموعد الغد مع استمرار تسجيل حالات حرجة بأقسم الإنعاشية تجدد الإلحاح على تسلح بالمناعة عبر جرعات اللقاح خصوصاً بالنسبة لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة نهاية النشرة التي خصصنا جزءها الأكبر للحادث المأساوي للطفل الفقيد ريان رحمه الله في أمال الله اشتركوا في القناة